أهلا بحضراتكم من جديد أحنا نرحل الاسكواش الاسكواش جوالنادي الأهلي زي ما حضراتكم بعارفين بيضم مجموعة من الأبطال العالمية نادين شاهين لعبة منتخة مصر والنادي الأهلي بتلعب دلوقتي بطولة ماليزيا هي ويثرب عدل نادين شاهين استطاعت أنها تتأهل لدور الستاشر أو دور الثمانية أنا أسف بعد ما فازت في دور الستاشر على زملتها في المنتخة بنجمل تنادي جزيرة نادة عباس من نتيجة 3-2 فده إنجاز كبير وأنها تتأهل في دور الثمانية بطولة ماليزيا وهتلاعب لعب الكندا لعب الكندا كانت كسبة بطلة الشيك في دور الستاشر مباراة صعبة طيب يثرب عدل نجمتنا كانت شاركت في البطولة برضو بس ما حلفاش الحظ أنها توصل إلى أدوار النهاية بعد ما خلصت في دور الستاشر من بطلة ماليزيا إيفا عزمان طبعا دي صورة نادين شاهين زي ما قلت لكم نادي الأهلي بيضم لعبة السكواش لعبة عريقة جدا في نادي الأهلي من الخمسينات القرن الماضي ومن الستينات من أيام كابتن عباس وغيره وغيره واللعبة دي موجودة ومتقصلة في نادي الأهلي ويمكن نادي الأهلي فيه مجمعين سكواش كبار مجمع فيه أهل الجزيرة بيضم تم الملاعب وأيضا مجمع كبير في الشيخ زايد واللعبة بتتوسع بشكل كبير القاعدة بتكبر والنادي الأهلي بيبقى غالبا اعتماده على أولاد النادي فطبعا السكواش وطبعا مجمعنا مصطفى عسل الكبير سادس العالم النادي الأهلي وبيقدي أداء كويس جدا 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 طيب